قصف عشوائي على المدن ضربات جوية غير قانونية وانتهاكات متعددة قد ترقى إلى جرائم حرب تقول هيومان رايتس ووتش في رسالة وجهتها إلى منظمة الأمم المتحدة دعت الرسالة التي وجهتها رايتس و56 منظمة يمنية ودولية الدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن تقول المنظمات الدولية إن غياب المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان هو الوجه الأبرز في الحرب الدائرة في اليمن وإنما يجب على مجلس حقوق الإنسان هو تفعيل مساءلة جميع الأطراف المتورطة يتهم التقرير الذي نشرته هيومان رايتس ووتش على موقعها الإلكتروني قوات الحوثي وصالح بالقصف العشوائي على المدن مثل تعز وقيام التحالف العربي بشن ضربات جوية غير قانونية ومنذ مارس 2015 وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من خمسة آلاف مدني وجرح نحو ثمانية آلاف وسبعمائة آخرين لكن المنظمات الدولية الموقعة على تلك الرسالة ترى أن العدد أعلى من ذلك بكثير سبعة ملايين يمني بتقدير التقرير الدولي على حافة المجاعة بينما يعاني مئات الآلاف من الكوليرا وهو ما يوجب وفق رسالة المنظمات الدولية على مجلس حقوق الإنسان عدم الرضوخ للضغوطات السياسية والتحرك على نحو عاجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر